هم دايماً بيعودوا يمطلوا في أي حاجة يا دكتور يعني يقعد معاك في كل اتفاق ويقعد يعمل اجتماعات ورايح وجاي وهو شغل وشغال ويقعد يماطل 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 وبعدين يدخلك على حيطة مسدودة ويبدأ من أول السطر وهو شغل وبرضو شغال علشان يحطك أمام الأمر الواقع اللي أنا مش حتفق وإنتوا كلكم حتعملوا اللي أنا عايزوا وبالطريقة اللي أنا عايز بالإضافة للو بينج وبالإضافة لحاجات تانية كتير ما أحترام الشديد للشعب الأساسي والسخيط لأنه بلد من حبها يعني وقدرها ومقدرها فقالوا لا إحنا مش جايين إحنا مش موافقين طب دون فرصة صهر ولا صهرين غاية لما ناقص الكلام دا داخليا داخليا ليه؟ قالوا والله ده يمكن الناس تعارفت عمزاً تحكمه وده بلد الدموقاتية بطوله عليها ذلك وحكومة ممثلة للشعب والبرلمان فالخضر البرلمان يوافق عليها وما وفقش قالوا لا لازم نعمل الأول منقشة ودي على الفكرة دبارة جدا يعني جديدة خالص تتقن بالله رحمه ومعمر الفزافي يقولك إن الشعب كله هو حزب واحد يعني فعايز نعيشها مع الشعب وفرده فرده فرفضت طبعا مصر والسودان والسهد الأمريكية والتالي تظهر الهداف الحقيقية الأهداف الحقيقية الثالث تظهر في ايه بقى مصر تقدمت بشكوى لمجلس الأمن مجلس الأمن وصلت حاطة حاطة لمجلس الأمن بالمشكلة طرح ما تشوف فيها ايه اللي حصل زي ايه التطبيضات اللي مرة عشر سنين وخلاء فأتيوبية ربت عليها أتيوبية ربت عليها بايه طلبة من مصر ايه طلبة الزام مصر التوفيق على تفئة عن تيود وإيه اللي دخل عن تيودو فقالك لا لازم يحفظون أول حصة والحصة اللي توافق عليها عن تيدي أنا أطلع له مية من الميلة شيء غريب جدا طب يا عم تيدي أصلا دي بطاقية لغاية النهاردة غير مقرر يعني لغاية النهاردة لم يتم إقرارها ولم يتم اعتمادها بصورة رسمية حتى من الدولة تؤفقت عليها ولم توافق عليها مصر والسودان طرفين نزام معاك إذا عايز تلزمنا بتفئة عن تيدي اللي إحنا مش مقترفين بيها وإنت مش عايز تلتزم بتفئة ألف سمائة واثنين اللي إنت والبرلمان معتمدين شيء غريب جدا